وكخطوة احترازية خصصة الفريق الوطني لمواجهة فيروس كورونا مركزا للحجر الصحي تم تخصيصه للمخالطين ذوي النتائج السلبية الذين يتم اخضاعهم لعدد من الاجراءات الطبية لضمان سلامتهم وسلامة ذويهم تفادي الانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد اتخذت البحرين العديد من الخطوات الاحترازية لوقاية المجتمع ومن بينها تخصيص مراكز معنية بالحجر الصحي يقع مركز الحجر هذا في منطقة الحج يقوم باستقبال واستضافة الذين تم اعتبارهم من المخالطين لمصابين بالفيروس وما ان يصل النزلاء اليه يتلقاهم فريق طبي متخصص ومدرب يقوم باتخاذ الاجراءات الطبية حيالهم ويخضعون للمتابعة المستمرة حاجر الصحي اللي في الحج مخصص حق الاشخاص اللي المخالطين واللي طبعا نتيجتهم سالبة ونبتدي معاهم نحسب المدة من اول ما بيون اذا كانوا مسافر ومخالط من اول ما يرجع نحسب للمدة من بعد ناخذ العينة واذا طلعت سالبة طبعا ييه الحجر الصحي اللي بالحد بعدها بعد مرور 14 يوم اني ابتدي ناخذ من عند العينة الثانية واذا طلعت سالبة هاي النتيجة طبعا انه هو يكون يترخص حرص الفريق الوطني لمواجهة فيروس كورونا على تجهيز مركز الحجر الصحي ليكون ملائما للمقيمين فيه حرصا على سلامتهم وراحتهم النفسية خصوصا وان مدة النزول في المركز قد تستمر الى 14 يوما للتأكد من خلوهم من اي اعراض قمنا بالتطوع من ناحية العمل وهي الاستافل اللي موجود الاستافل اللي موجود ما مقصرين قاعدين يشتغلون فوش في من امور احنا بامكاننا ان ننقم بها ونقديها قمنا نقديها لوجود الافضل الان احنا بالذات لان احنا نزلاء فكل ما كان المكان نظيف مرتب كل الخدمات اللي مثلا كانت قاصرة نخبر المسؤولين مسؤولين سيدين لابون لان اللي هو جيبان الاشياء الناقصة اي خدمات نحتاجي لها الحمد لله رب العالمين كنا يستجبون الينا ولهذا اطورت الامور والان بالنسبة للمباني كان مبنى واحد ثم اثنين الان جهزت ثمانية مباني في غضون اللي هو ثلاثة لاربعة ايام كانت جدا عمل جبار جهود مضنية يبذلها الفريق الوطني على مدى اربع وعشرين ساعة لاحتواء الفيروس وضمان عدم انتشاره ولعل هذا المركز دليل واضح على مدى التزام البحرين بتطبيق الاجراءات الاحترازية وفق المعايير الدولية في زمن قياسي تمكن الفريق الوطني لمواجهة فيروس كورونا من تخصيص هذه المباني كمركز للحجر الصحي وقد تم تجهيزه بجميع المستلزمات الحياتية للنزلاء وطاقته الاستيعابية قد تصل الى الف نزيل بسامن ابدوي لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقاف ترجمة نانسي قنقاف اشتركوا في القناة